أول أنا عايزة أقول إيه أرجع شوية أسئلة أطرحها على معنوان الفيلم موعد إزعته أو بسه عنوان الفيلم بيقول سبع سنوات أو سبع سنين طب إحنا النهاردة إحنا سبع سنين من 2011 إحنا النهاردة ثمان سنين إذن هل الفيلم ده كان معد من قبل ولا خانهم التأريخ لهذا الفيلم الجزئية التانية أنت النهاردة مطلع الفيلم ده ليه إيه الهدف من خروج هذا الفيلم الفيلم في ظاهره بيكلم عن أن في حالة من الكفر والإلحاد والتراجع عن الدين الإسلامي في مصر وبالتالي هو بينطقت حالة موجودة في المجتمع المصري طيب هل هو هل محمد ماه العقل يهتم بهذا الموضوع آه طبعا هو يهتم بهذا الموضوع ويهتم أنه هو يطلع عينات شازة في المجتمع أي مجتمع فيه عينات شازة أي مجتمع فيه عينات غير متجنسة مع المجتمع فكريا وثقافيا ودينيا وكل شيء الإخوان نفسهم كانوا هما وما زالوا طبعا جماعة شازة على المجتمع طيب هو عايز يرجع هو بيفكر فيه أنا شايف أنه هو بيفكر في حاجة أبعد من حتة الإلحاد هو بيفكر في إعادة إنتاج طيار إخواني يترابط ويتجانس مع أطياف كتير موجودة الأطياف دي ممكن يقبلها المجتمع يقبلها الشباب يقبلها أطياف من المجتمع تقدر يقدر أنه من خلالها ينفز إلى المجتمع مرة أخرى أيضا أنا عندي استفسار آخر هو الفيلم ده تصور فيه الناس دي صوروا فيه محمد مهر عقلم مش ممكن يجي مصر وإحنا عارفين كيف يساو وزي ما قال السيد أحمد طبعا هو عنصر إخواني معروف وعائلة كلها معروفة وهم خرجوا قبل تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنهم عارفين أنهم أسرة منبوزة وهتلاقي مواجهات لأنهم ليهم تصرفات عنيفة